لأقاربي ومعارفي وجراني وحبيبي وتلت للفقراء والمساكين لازم يكونوا مسلمين؟ أبداً مش ضروري خالص لا لا خالص أنا خليت نصيبي أنا كيلو نعم علشان ننال بركتها زي ما قلت لحضرتك حل وخليت الفقراء والمساكين دول يا ستي 20 كيلو والأهل والحبيب تسعى ما منفيش مشكلة عكسة ما فيش مشكلة نعم يبقى موضوع التوزيع ده يرجع لتأديري أنا نعم المهم فيه تلات جهات يوسن مش يجب أن أنا أوزع نصيبي عليهم بحسب ما أراه من المصلح نعم هل الأفضل أنا عارفة أنه ما فيش حرام وحلالي يعني بس الأفضل من وجهة نظر حضرتك الشرعية هل الأفضل أن أنا أعمل الكياس كتير 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 ووزع لناس كتير للفقراء والمحتاجين اللي هو في التلت ده ولا الأفضل أن أنا أدي اتنين بس أديهم لحمة كتير فينبستوا فيعملوا يعني يأكلوا يجبعوا كده وينبستوا دي مسألة تقديرية ما أنت على كل حال حتى لو أعملت كياس وليلة ما أنت مش هتحط فيها يعني سندويتش أنت هتحط فيها يعني برضو حاجة تعمل على الأقل أكلة أكلة نص كيلو يعني نص كيلو 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 ما حدش بيحط بتهالي أقل من كيلو يعني لكن على كل حال دي مسألة تقديرية نعم بترجع لإيه؟ لتقدير المضحي وهو عنده